اشتركوا في القناة بداية تراجعت اسعار النفط خلال التعاملات اليوم الاربعاء بعد جلستين من الارتفاع وسط تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بل اضافة الى ارتفاع مخزونات الخام الامريكية وانخفضت اسعار العقود الاجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر افريل القادم بنسبة 0.54% لتبلغ 83 دولارا فاصل 20 سنة للبرميل من جانبها انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الواسطة الامريكية تسليم شهر افريل بنسبة 0.49% لتسجل 78 دولارا فاصل 48 سنة للبرميل وكانت اسعار النفط قد انهت تعاملات امس الثلاثة بارتفاع باكثر من 1.5% اكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب على متانة العلاقات التي تجمع الجزائر بدولة قطر في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والمناجم متطلعا الى تعزيز وتكتيف المشاريع المشتركة على غرار مشروع بلارا الحديد والصلب ووصف الوزير الجزائري في حوار مع وكالة الانباء القطرية الدور السابع لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل بقمة التحديات الكبرى وذلك بالنظر الى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الاقليمي والدولي على المستوى الاقليمي شهد قطاع الغاز متغيرات وازمات في اوروبا وشرق الاوسط وهذا امر يفرض تحديات كبيرة في ادارة العرض والطلب اما على المستوى الدولي فستواجه القمة المرتقبة تحديات مثل تداعيات ازمة كوفيد 19 والتكيف مع اهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول اهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفئة والحد من استعمال الطاقة الاحفورية ولفت محمد عرقابل ان انعقاد القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في منتدى الدول لمصدرة للغاز في الجزائر يمثل حدثا استراتيجيا ذا اهمية قصوى في مجال الطاقة متوقعا ان تكون النسخة السابعة من هذه القمة ناجحة على كل المستويات سواء التنظيم او المشاركة القياسية انعقاد القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يمثل حدثا استراتيجيا ذا اهمية قصوى في مجال الطاقة وادراكا منها لاهمية هذا الحدث الاستثنائي قامت السلطات الجزائرية بتوفير كافة الامكانيات وهيئة كل الظروف اللازمة لجميع الوفود والمنظمات والهيئة الرسمية نتوقع نجاح القمة على جميع المستويات قال وزراء المالية لكبرى الدول مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي امامه فرصة متزايدة لتحقيق الهبوط الناعم مستشهدين بتباطئ التدخم بشكل اسرع من المتوقع وفي مسودة البيان الختامي لاجتماعهم الذي يعقد في البنازيل لهذا الاسبوع طلعت عليه وكالة بلومبرغ ذكر الوزراء أنهم يلاحظون أن احتمالية الهبوط الناعم في الاقتصاد العالمي زادت المخاطر والتي تهدد بالأفاق أصبحت أكثر توازنا مع تباطئ اسرع من المتوقع في أرقامي ونسابي التدخم قال صندوق النقد الدولي إن أفاق النمو على المدى المتوسط لا تزال فاترة بسبب ضعف النمو الانتاجية وشيخوخة والتجزئة ونقاط الضعف المناخية لكن لا تزال هناك فرص نمو من التجارة في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي إذا تم تسخيره بشكل صحيح وأحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريتالينا جوركييفا الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين على التصرف بجرأة لإعادة بناء زخم السياسة بشأن الإصلاحات بعد سنوات الصدمات الاقتصادية التي سببها وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا بعد العمل على إخماد الحرائق التي أشعلتها الصدمات المتتالية يجب على مجموعة العشرين اغتنام الفرصة لاعتماد برنامج لدعم نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل على المدى المتوسط ضعف النمو العالمي هو خبر سيء للجميع ولكن بشكل خاص للبلدان الناشئة والنامية لقد نجت هذه البلدان من سلسلة من الصدمات العالمية بشكل ملحوظ بفضل تحزيز أوتوري سياساتها المؤسسية والعامة لكن ضعف أفاق نموها يبعد المزيد من الأمال في التقارب من مسارها مع مسار البلدان المتقدمة أعلن قصر الإليزي في بيان له أن قطر ستستثمر عشرة مليارات يورو لتمويل الشركات الناشئة وصندق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030 بعد إبرام فرنسا وقطر اتفاقية شراكة استراتيجية بيان الإليزي قال أن الاستثمار ستحقق المنفع المتبادل لكل البلدين ستشهد قطاعات وتستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكال الاصطناعي والرقمنة والصحة والثقافة اندلعت اشتباكات بين المزارعين البولنديين المحتاجين والشرطة في وارسو أمس الثلاثاء بينما واصل الفلاحون احتجاجهم ضد سياسات الاتحاد الأوروبي وصعد المزارعون البولنديون إضرابهم الذي يستمر لمدة شهر احتجاجا على القيود المفروضة عليهم بمجب إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معالجة تغيير المناخ بالإضافة إلى زيادة التكاليف تسبب الاحتجاجات في إغلاق المعبر الحدودي مع أوكرانيا وإطلاف حوالي 160 طن من الحبوب الأوكرانية في محطة سكك الحديدية بولندية نحن نحتج لأننا نريد إلغاء الصفقة الخضراء لأنها ستؤدي إلى إفلاس مزارعنا لأن تكاليف الصفقة الخضراء لا يمكن مقارنتها بما نحصده وما ندفع مقابله وعندما يتعلق الأمر بماذا نحن نتقاذ أجورنا مقابل عملنا وهو يتناقص بسبب تدفق الحبوب من أوكرانيا وهذا هو افتراضنا الثاني منع تدفق الحبوب من أوكرانيا نريد حلولا ملموسة لعشر سنوات مقبلة حتى نعرف ما يجب فعله وماذا ننتج وكيف نغير مزارعنا وفي أي اتجاه لا نعرف شيئا ولا نعرف حتى كم سنحصل على الحبوب في خمسة أشهر نحن نحتاج هنا ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل الأمة والاتحاد الأوروبي بأكمله يجب أن ندرك أننا نغرق في إنتاج غير خاضع للرقابة لمنتجات مختلفة من خارج الاتحاد الأوروبي لما ينتج طيوتا من سيارات حول العالم على أساس السنوي للشهر الثالث عشر على التوالي في يناير مع نمو قوي في المبيعات بدعم من الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية قالت صانعة السيارات اليابانية في بيان لها الأربعاء إن إنتاجها العالمي ارتفع بنسبة 7% إلى 740332 سيارة على أساس السنوي خلال شهر يناير قررت شركة سوني جروب تسريح 900 موظف في قسم ألعاب الفيديو التابع لها ما يعادل نحو 8% من موظفها بالإضافة إلى غلق مجموعة في لندن جيماريان الرئيس والمدير والتنفيذي لشركة سوني أنتر فاكت قال في بيان إن القرار يأتي بعد دراسة متأنية والعديد من المناقشات مع التنفيذيين على مدى عدة أشهر خلصت إلى أنه يجب إجراء التغييرات لمواصلة تنمية الأعمال والتطوير الشركة ختام أخبار الاقتصاد يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفلها أشهر أشهر إلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج برعاية سونتراك اشتركوا في القناة